موسيقى ن Libra of the fifth grade primary school That's our time for science And let us now study lesson two Which deal with the basic needs of the plant Here we'll be talking about lesson two And here we'll be talking about موضوعين مهمين قوي هل الصويل هي بيزيك نيت يحتاج أسير النبات نفس الكلام هل الصونلايت دو أو إز صونلايت is a بيزيك نيت فور تبلان طب نتكلم كنا مع بعضهم نشوف فرقزامل مثلا لو عايز أعمل جيرمي نيشان يعني عملية امبات لشوية سيدز بعض البزور هستخدم صويل تربة زرعية وكمان هستخدم تيشو بيبر او ورق مناديل او او piece of cotton يعني حتة قطن صغيرة طب هل ممكن الـ two pieces دول الصويل والقطن ينبطه الـ C's there هيحصل فعلا يحصل انبات بس الانبات هيكون أكتر وأسرع أكيد في الصويل فهل يقول طب ما حصل هنا انبات لابن مش محتاجين الصويل طب هل الصويل دي basic need للبلانت ولا non basic need هل يحتاج أساسي للنبات ولا مش احتياج أساسي ممكن نقول observation in the seed well grow and germinate on both paper طاول او ورق مدين يعني and in the soil هيحصل انبات في الحالتين في الصويل وفي الـ paper طاول طب من الانبات الأسرع أكيد في الصويل يبقى معنى كده ان الـ seed can grow without soil ممكن ثاني مبدون الصويل بس مش على طول مش للآخر مش لآخر stage مش لآخر مرحلة يعني قدر أقول seed can grow without soil if they have water and sunlight يبقى المهمة قوي للبلانت water sunlight carbon dioxide طبعا مرحلة اللي يكون فيها leaves أو أوراق لكن مرحلة germination مش محتاجة carbon dioxide طب بالنسبة للـ soil مش محتاجينها في البداية لكن اولادي لو هي موجودة تبقى كويس أو طبعا plant can grow without soil for a while جملة اللي مهمة جدا النبات ينمو بدون soil for a while يعني for a while بفترة تغير لكن مش هيكمل كـ plant forever يعني الاخر يعني لكن هو اولادي ممكن يحصل germination without soil عش كده هنقولي ان الـ soil ليت non basic need أو احتياج غير أساسي للنبات بس في المداية بس طيب سؤال مهمة تاني is sunlight a basic need هل الـ sunlight يحتاج مهمة اوي انا مأكسبرمين سهلة جدا two plants واحد منهم نحطه near sunlight يعني supposed or subject to sunlight متعرر للضوء والتاني in the dark place في مكان موظلن تماما مفوش اي sunlight خالص for example for two weeks مثلا المودة is blind okay irrigate the plant regularly هارو النباتين بانتظام and give them suitable amount of carbon dioxide هكلي كده في التهوية حوالين two plants دول عشان يبقى عندهم carbon dioxide observation هتلاحظ ايه هلاحظ ان الـ plant اللي in sunlight will grow and its leaves will be green لو رأة خضرة ومورأة كده ومزهارة بشكل حلو قوي لكن عكس هذا الـ plant اللي موجود في الـ dark بيكون يعني turn yellow شوف شكله هيا حصلوا ايه ده الشكل النهائي للـ two plants ده البلانت اللي كان في الـ sunlight ده البلانت اللي كان في الـ dark اللي حصل اللي في الـ dark طبعا اكيد مش هيكمل او هيحصلوا ان الـ leaves turn yellow or turn brown هتتحول لون brown او لون بوني وده طبعا شكل معناه ان هو حصل لها death او حصل للنبات ده نوع من الموت ده البلانت اللي في الـ dark مش هيينمه its leaves turn is pale yellow well and may die ممكن يعني يكون مت البلانت اكسبوسو سنلايت النبات المتعرض للـ sunlight grow well هيينمه بشكل كويس جدا 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 and will have green leaf وهيكون عنده اواء خطر conclusion بتاعنا او الاسنتاج معناه كده ان السنلايت ده حاجة مهمة طبعا 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 مهمة جدا 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 السنلايت basic need احتياج اساسي لكل النباتات احتياج اساسي لكل النباتات like water, air, and nutrients sun light is necessary for photosynthesis processes سنلايت ده مهم اوه لفوتسنسي process مهمة جدا عملية البناء الضوي which a plant can make its own food so okay green plant يوذ دير LEAF طبعا ازاي نبات يعمل فوتسنسي process التفعنة قبل كده قلنا إن green plant هو بالنت خضراء اسمها chlorophyll هي اللي بتاخل السنلايت ضوء الشمس. وتعمل عن طريق الووتر والكاربون داكسايد. عملية اسمها وتصنع الفود الخاص بالنبات. الفود عبارة عن ايه? عبارة عن جلوكوز شوجر. مادة اسمها جلوكوز شوجر او شوجر. سكر. اوكي. مهم كمان تصنع مواد تانية زي الاستاش مثلا حسب نوع البلانت. هو ده الفود الاصلي في النبات. بس اوكي. يبقى وظيفة فوتسانس بروسس انها هي البروسس العملية اللي بيعملها النبات عشان يقوم بعملية او يقوم بعملية البناء الضوئي اللي هيكمل فيها او يصنع فيها الغزاء. عشان كي يسموها زي ما قلنا اكتر ممرة عملية بناء ضوئي او عملية اللي هيصنع فيها الاكل بتاعه او يبني نفسه اثناء الضوء عشان كي يسموها البناء الضوئي. ممكن نعمل ديفينيشن لكلمة فوتسانس البروسس عملية البناء الضوئي. هي العملية اللي النبات. استخدمت طاقة ضوء الشرمز. عشان يعمل الغزاء. كده نكون خلصنا لسن تو لسن تو كان لديز قوي صغيات جدا بيتكلم عن اول اكتفتي كان خاص بان هل الصويل بيزيك نيت. اكتف تاني كان خاص بان هل الصونلايت بيزيك نيت. قلنا في اول سؤال. الصويل مش بيزيك نيت مش احتاج اثناء النبات ممكن استغنى عنها في البداية. لكن لازم احتاجها بعض جدا. طب الصونلايت لا ما ينفعش خالص. صونلايت ده احتاج اثناء النبات من اول يوم بيزهر فيه الديفز او الاوراق الخاصة بالنبات. محتاجة فوت. محتاجة صونلايت عشان يعمل عملية فوتسانس البروسس. كده نكون خلصنا لسن تو. مستني اسألكم على اي اسئلة خاصة لسن تو او لسن وان. اه جيف ريزون. انا عارف ان جيف ريزون بيتعبنا شوية. او بس محتاج اه يعني محتاج ممارسة شوية. فيا ريت نتعرب عليه مع بعض. بعثولي على اه قناة. اي حد محتاج اسئلة او تحت امروك في اي وقت. او حتى كمان نطل هنحاول من فترة الجاية ننزل اه نطل الكلمات الصعبة شوية زي زي كده مسلا. اوكي. حسنقراها كويس. ما نمتقاش الا بطريقة صح. اوكي. اه تلو ميتا جان ان لسن تري.